موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله سامي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أيها الكرام الأحباب وقفات وقفات برنامجنا في هذه الأيام الكريمة المباركة نحاول فيه أن نقف مع شيء من الواقع الذي عاينته وعايشته ورأيته لنأخذ منه العبرة والدروس كما قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لؤدي الألباب نسأل الله تعالى أن يجعلنا يكن ممن يتعظ وممن يعتبر وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ووقفتنا في هذا اللقاء مع رجل رجل بلغ من الكبر عتية تخطص الخمسين من عمره رجل تخطى الخمسين من عمره تزوج منذ خمسة عشر عاماً ولم يرزق بالأولاد كان يتمنى أن يكون له ولد يسمعه كلمة يا أبي وزوجه الآخر تتمنى أن تسمع الكلمة يا أمي هذا الرجل الذي آتاه الله جل وعلا المال أعطاه الله جل وعلا الرزق الواسع يملك الأراضي والأطيان يملك التجارات يملك كل ما يريد لكن ليس له أولاد يسلك كل الأسباب ويطرق كل الأبواب يتمنى أن يكون له ولد وبعد خمسة عشر عاماً من البحث في داخل مصر وخارج مصر عن أي سبب للإنجاب شاء الله جل وعلا ألا يرزق وبعد خمسة عشر عاماً يجلس يوماً على مكتبه يقسم قطعة أرض كبيرة هو يملكها بالملايين حوله التجار أمامه العقود دونه الأموال حوله المحامون وبينما هذا الجمع جالس هذا الرجل الثري المحروم وأمامه هؤلاء التجار بينما الجميع جالس إذا بفتاة صغيرة ثلاث سنوات أو بطفل صغير ثلاث سنوات ابن لأحد هؤلاء التجار يدخل عليهم الغرفة يدخل عليهم المكتب فإذا بوالده أحد التجار يرى ولده يقدم فيفرح به ويستبشر به ويسر به بل ويأخذه ويقبله ويمازحه ويضاحكه ويرفعه ويغفضه أب فرح بولده وهذا المحروم ينظر إلى هذا المشهد ولا يعرف هذا التاجر أنه محروم وإذا بهذا التاجر يضع ولده على الأرض بعدما يقبله ويمازحه ويضاحكه يضعه على الأرض ثم ينظر إلى هذا المحروم ويقود له بهذه الكلمة التي تصدع القلب وتشق الفؤاد قال لهذا المحروم وهو يطأطي على ولده على ظهر ولده وهو يقود له تعرف تجيب عيل زيده تعرف تجيب عيل زيده يقول هذا التاجر الذي يحكي لي بنفسه نزلت الكلمة على قلبي اسودت الدنيا في عيني وضاق صدري نسيت الأموال نسيت العقود نسيت التجارة نسيت التجار نسيت الأرض نسيت الدنيا وكنت حزينا كئيبا لا يعرف قدر الحزن الذي بي إلا ربي ولا يعرف قدر الكرب الذي ألم بي إلا ربي سرت هائما حزينا كئيبا مكلوما ضللت أسير قرابة ربع الساعة لا أدري أني أسير لأول مرة أعرف معنى الدنيا تسود في عيني سرت هائما على وجهي ربع الساعة وإذا بي أستفيق وأنا في مكان موحش عن يميني والساعة الحادية عشرة ليلا عن يميني أرض زراعية وعن يساري مقابر وأنا في هذا المكان الموحش وحدي لا بل الله جل وعلا سميع بصير يسمعني ويراني إذا وأنا في هذا المكان الموحش إذا بي أناجي ربي بل أصرغ بأعلى صوتي ودموعي تنزل على وجنتي قد بلت خدي وحجري وإذا بي أنظر إلى السماء لأصرغ وأقول بنفس العبارة والكلمة كلمة التاجر ترن في أذني تعرف تجيب عيل زيدة فصرقت وكلت يا رب أنا ما أقدرش إنما أنت تقدر يا رب أنا عوز ولد بنت يقول ورجعت إلى امرأتي والله ما مضى إلا تسعة أشهر حتى جاءت البشارة ورجقني الله جل وعلا بالولد والبنت هنا عرفت الله جل وعلا قريبا مجيبا هنا عرفت الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه هنا عرفت أن الله جل وعلا قادر هنا عرفت أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هنا عرفت أن كل شيء على الله هين هذه رسالتي إليك لنأخذ العبرة مع هذه الوقفة مع هذه القصة التي عاينتها ورأيتها بل دعاني هذا الرجل الكريم وحكى لي هذه القصة قصته وأنا أعقد زواج ابنته في المسجد وأنا أعقد زواج ابنته في المسجد كل ذلك لأكون لك أخي الحبيب هو علي هين إنها كلمة الله جل وعلا هو علي هين كل شيء على الله هين يا من تريد الولد قل يا رب يا من تريد الزوجة قل يا رب يا من تريد وظيفة قل يا رب يا من تريد شقة قل يا رب يا من تريد مالا قل يا رب يا من تريد نجاحا في امتحان قل يا رب يا من تريد دنيا قل يا رب يا من تريد آخرة قل يا رب بقلب مضطر بقلب مفتقر ساعتها ستأتي الإجابة قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون خذ هذا الدرس في هذا اللقاء في كلمات موجزة لتتعلم أن تقول يا رب هو علي هين كل شيء على الله هين يا من حرمت من الأولاد نعم أو الأولاد هبة هبة من الله فلا تسأل سواه قال الله جل وعلا يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمة الأمر كله بيده فقل يا رب هؤلاء عباد الرحمن علموا أن الأبناء هبة من الرحيم الرحمن فما تضرعوا ولا سألوا إلا الله جل وعلا القادر كما سجل الله جل وعلا دعاءهم في سورة الفرقان ربنا هب لنا هب ما تعديش الكلمة دي هب هبة من الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً يا من لم ترزق بالولد اصبر اصبر فصبرك رفعاً لدرجاتك لعلك حرمت ولداً وأعطاك الله جل وعلا عطايا أخرى يا من حرمت من الإنجاب ادعو الله جل وعلا باضطرار بافتقار فلقد أجاب الله جل وعلا دعوة نبي الله إبراهيم حين حرم من الولد ورزقه الله جل وعلا بالولد بعد ثمانين سنة وقيل بعد مائة وعشرين سنة لما علم أن الأمر كله بيد الله فقال رب هب لي رب هب لي من الصالحين وهذا نبي الله زكريا يحرم من الإنجاب بعدما بلغ من الكبر عتية وزوجته لا تحيد أصلا ولم يعد في شعره إلا الشيب فإذا به يناجي ربه ولا يسمع أحدا إلا الله إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا نعم الأسباب لا إنجاب نعم لا أسباب للولد إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بضعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا من الأول لا تولد أو لا تحيط أو لا تنجب فهب لي من لدنك ولي مع كل الأسباب أنا عارف إنك قادر كل شيء عليك هين فهب لي من لدنك ولي فرزقه الله جل وعلا رغم أنه لا أسباب رزقه الله جل وعلا بالولد النبي لا تحزن لو حرمت من الولد لا تحزن وسل ربك جل وعلا اختياره خير من اختيارك اختيار الله جل وعلا لك خير من اختيارك نعم لا تيأس لا تقنط من رحمة الله بل سل الله جل وعلا وتضرع إليه وإن حرمت فاحمد ربك لعل الولد يكون عاقا لك فالحمد لله لعل الولد يطغى ويكفره كما قال الله جل وعلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فغشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يطغى ويكفر أبواه أو أبويه فلتحمد الله جل وعلا لعل الله جل وعلا ادخر لك شيئا في الآخرة ولو رزقت الولد هبة من الله احمد الله جل وعلا عليها احمد ربك جل وعلا على ولدك على بنتك احمد ربك على ما أتاك واشكر هذه النعمة شكرا عمليا رب أبنائك على طاعة الله جل وعلا امنعهم عن سبيل المعاصي وسبيل الغواية حفظهم كتاب الله جل وعلا خذهم إلى المساجد رب فيهم التعلق بالله جل وعلا استفد من هذه النعمة ليكون أبناؤك امتدادا لعملك ليرفعك الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة درجات لم تبلغها بعملك فتقول يا رب أنا لي هذا وما صنعت فيقال لك باستغفار ولدك لك الأبناء هبة من الله جل وعلا فيا من حرمت باب السماء مفتوح ويفعل الله جل وعلا ما يشاء فعال لما يريد هو عليه هي كل يا رب أسأل الله جل وعلا أن يعطي كل محروم وأن يجيب كل سائل وأن يعطي كل طالب بفضله وكرمه إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر